أنتم الآن على موعد معه مع الله والدكتور غريب رمضان مع الله مع الله مع الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ثم أما بعد أحبابي في الله دائما نحن فقراء إلى الله عز وجل في الضراء وفي السراء في الأحزان وفي الأفراح في الضيق وفي السعة في كل أحوالنا لا غنى لنا عن ربنا تبارك وتعالى ونحن في هذه الأوينة وفي هذا التوقيت نمر بمشكلة كبيرة جدا ونسأل الله تبارك وتعالى أن تخرج البلاد منها وهي غانمة اللهم أمين يا رب العالمين وكما أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن الحقيقة أحبابي في الله كنت يوم الخميس باتصل على أحد الناس الأفاضل يعني دكتور كبير شوائن متحلع المعاش بحب تواصل معاه فقال لي أن هو كان في عمره قلت له يا دكتور ادعي المصر طبعا ادعي المصر والأمة الإسلامية ككل فقال لي والله أنا كنت في عمره وانسيت أولادي وانسيت أهلي وانسيت الدنيا كلها وقعد تدعي للبلد أن ربي عز وجل يجنبها الفتن ويوحي الكلمة على أتقى قلب رجل منها طبعا هو ألب ألفاظه إنما دمعنا الكلام فأنا بقول حبيبي في الله إحنا ما من شك أن إحنا في مأزق وفي مشكلة كبيرة ومأزق شديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منه سالمين غامين نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى أن نفزع إلى ربنا تبارك وتعالى فعشان كده جعلت عنوان لقائي في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان حسبون الله ونعم الوكيل مش بس كلمة حسبون الله ونعم الوكيل الإنسان يقولها لما يكون قدامه عدو لدود وبيعز يقهره لا ده هي بتتقال على كل الأحوال ربنا أنت أنت تستغني عن ربك عز وجل في أي حوال أنت محتاج ربنا عز وجل على طول الخط وقبل أن أبدأ في هذا الموضوع يعني أنا أدعو كل إخواني وأخاتي مما لهم حق الانتخاب أنهما لا يتقاعسهم كونوا إيجابيين وإنزلوا حالاً اللي ما انتخاب شيء حالاً ساعات قليلة جداً جداً والمسألة تنتهي وعيداً اللي حتكم كل إنسان يركز كويس جداً لأن إحنا بنقول خمسين مئة زائد واحد اعتبر نفسك أنت الحدة اللي ممكن يعني حل البلد ومصير البلد يتوقع عليها فأجوكم كونوا إيجابيين ومش بس أنا الوحيد الذي يدعو هذه الدعوة ده أنا طبعاً متأسياً بأساتذتي ومشايخي الأفاضل من مشايخ شرماء الهيئة الشرعي حقوق والإصلاح والأكابر الذين يعني نحسبهم من المخلصين صادقين الذين يحرصون بحق على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى وأنا حقيقة في النوازل بالذات في المسائل النازلة يعني عايزون في الأمان كن مع رأي الجماعة يعني مش جماعة يعني جماعة التبليغ والإخوان لا الجماعة جماعة المسلمين يعني جماعة العلماء إحنا ناخد الأقوال والفتاوى ناخدها من العلماء عشان كده في نوازل آراء وأقوال أو الفتاوى التي تصدر عن المجامع الفقهية مقدمة على الآراء الشخصية أو الآراء الفردية للعلماء كلهم على خير إنما لما يبقى جامع من العلماء كلهم رأوا قولاً وقالوا به هذا أفضل بكتير وأسلم لكل مقلد من إنه يتبع قول واحد أو اثنين أو ثلاثة كلهم أفراد فأنا يعني أكرر دعواتي إخواني وأخواتي لو سمحتم يجبيين وانزلهم الموقف خصير وأنا عايز أقول في كل الأحوال إحنا محتاجين ندعى ربنا تبارك وتعالى ونتوب إلى الله عز وجل نتوب الآن في لحظتنا هذه لأن مات ربنا لا يمكن أبداً أن تستنطر بقعة الله وبالعودة إلى الله عز وجل حبيبي في الله إحنا زي ما قلت لحضراتكم حسبونا الله ونعم الوكيل ده موضوع خطير جداً موضوع عظيم جداً بيأس إلى أي مدى قلبك موصول بالله عز وجل إلى أي مدى أنت تعرف ربنا عز وجل أن يعتمد القلب على الله سبحانه اعتمد القلب على الله لا يمكن أن يتأتى ولا أن يكون حقيقة إلا من عبد يعرف من هو الله وما هي صفات الله عز وجل وإلى أي مدى ربنا عز وجل قادر وإلى أي مدى هذا الشخص يؤمن أنه ليس هناك شيء في أرض الله تبارك وتعالى ولا في ملك الله سبحانه يجري إلا بمراد المال تبارك وتعالى أبدأ أنا طبعاً أذكر نماذج والله عز وجل التعليقات الإيمانية المهمة يعني من خلال طرح هذه النماذج بأستاذ الدنيا كلها في صدق اللجء إلى الله عز وجل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيضاً من بعده ري الله إبراهيم الخليلان يعني ما واصل الخلة إلا إثنان من بني آدم وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخلة اللي هي منتهى لحب الربنا تبارك وتعالى إن حب الربنا عز وجل تخلل القلب كله فلا يكون في القلب مكان لغير الله عز وجل تعالوا نشوف الخليل محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم كيف يكون اللجء إلى الله عز وجل في الواقع ليس كلاماً ده حقيقة يقول في صيح الإمام البخاري قال ابن عباس حسبنا الله ونع الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم أيضاً صلى الله عليه وسلم وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نبي الله إبراهيم مش بس الموقف ده إحيد مش موقف بس نار ده في مواقف كثيرة إنما دعوني أركز على هذا الموقف موقف عجب للغاية عشان الناس يعني عايز أقول إن الناس ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب في كل حاجة في كل موضوع يريدونه لآخر لحظة ولآخر نفس لآخر نفس تأخذ بالأسباب فنبي الله إبراهيم لما كسر أصنابهم وترك كبيرهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فقال أحدهم سمعنا فتى يذكرهم يقالوا إبراهيم يعني بيستحقروا وبيستخفوا به فلما أتى نبي الله إبراهيم حينما ترك كبيرهم فقال لهم سلوهم إن كانوا ينقل فطبعا رجعوا إلى أنفسهم فيهم الحقيقة لكن سرعا مكسوا فقرروا معقبة نبي الله إبراهيم فما صانعوا هداهم إيطانهم سواء شيطان الإنس أو شيطان كلهم شيطان في بعض إلى أنهم يشعلوا نارا عظيمة ويقعوا فيها إبراهيم ليتغلصوا من إبراهيم إلى الأبد قمة الغضب من أجل معبوداتها الباطلة ودي مسألة شأن عام مسألة الناس من أجل معبوداتها الباطلة ده شأن عام بس بيكون مقتنع بالله اللي بيعبود بيدافع عنه باستماته واللي يقف ضده ممكن يعمل أي حاجة عشان يتخلص منه فهم هنا أشعلوا نارا عظيمة كانت ألسنة اللهب تسقط الطائرة المحلخ في السماء لما يعدي من فوق هذه النار ألسنة اللهب بس شدت الحرارة فالمهم أحبابي في الله ألقوا إبراهيم في النار هل يشك إنسان إن لما نجيبها نرميه في النار إنه هيحترق ما فيش حد يشك ولكن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قلبه معلق بالله عز وجل قمة التعلق فقال حسبي الله ونعم الوكيل هذه الكلمة العظيمة هذه الكلمة بس هي تحتاج بس إلى قلب يعني يحس بيها وهو يشعر حينما يقولها حسبي الله ونعم الوكيل ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن النار أكلت فقط القيود التي قيد بها إبراهيم ونجى تبارك وتعالى إبراهيم نجى لم تمس النار جسدا برغم أنه فيها ربنا قادر إذا لم تقول حسبي الله يعني ربنا يفيني شرء الأشرار ونعم الوكيل يعني ليس هناك أحد أتوكل عليه إلا الله عز وجل نعم الوكيل الناس يتوكل ده يتوكل على سؤول وده يتوكل على رئيس وده يتوكل على علاقة إنما الوكيل حين يكون وكيله هو الله عز وجل فنعم الوكيل حقا نعم الوكيل لأنه وكيل قادر قدرته مطلقة الكون كونه والأرض أرضه والسماء سماء وهذا الكون يحكم بقوانين هذا الوكيل الذي هو الله تبارك وتعالى فأنت لما تقول حسبي الله وترمي بمشاكلك كلها على ربك تبارك وتعالى إن ما فيش حد يحلها إلا ربنا سبحانه وتعالى هنا يجري الله تبارك وتعالى النجاة والسلامة لك بس المهم زي ما قلت القلب اللي يقول حسبي الله هو نعم الوكيل ومش كل قلب برضو يستطيع أن يقولها فتؤتي بثمارها على قد ما تكون مرتبط بربنا وصادق في لجئك إلى الله عز وجل وعلى قد ما تكون معتمد على الله سبحانه وتعالى فعلا حقيقة على قد ما تكون النتيجة فهو لما قال حسبي الله ونعم الوكيل إيه اللي حصل إيه اللي حصل كان ممكن مثلا تنزل حاجة تطف النار مطر مثلا تطف النار لا ما حصلش كده ده اللي حصل إن القانون نفسه اتغير أنا بقول لحضرتك الملك ملك مين الأرض أرض مين القوانين اللي بتحكم الكون مين اللي عملها الله عز وجل فربنا عز وجل غير القانون الذي يحكم الأرض ويحكم معيشة الخلق غيره لآجل نبي الله إبراهيم لأن صدق لجء نبي الله إبراهيم قمة قمة عليه إيه اللي حصل غير الله قانون النار وصفة النار التي هي الإحراق فجعلها البرد والسلام عمر حد في الدنيا توقع إنه ممكن النار تتحول إلى برد وسلام مش برد بس برد وسلام زي محضرة كون قاعد لو برد ممكن تموت من التلج إنه برد وسلام زي التكييف كده مثلا يبقى على المستوى اللي يخليك في قمة الانتعاش فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأنجى الله نبيه إبراهيم سبحان الله لما يعني دي آية من الآيات إن ربنا عز وجل أرى هؤلاء إنه نجى إبراهيم ولم تأكله النار برضو لم يتعظ ولم وواصل إبراهيم رحلة الجهاد الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل ورزقه الله عز وجل بإسماعيل وإسماعيل وليد صغير أخذه هو وهاجر إلى مكة وإلى جوار البيت ووضعهما معهما قليل من الطعام والشراب وترك هاجر وترك إسماعيل ومضى فطبعا يعني مكان ليس هناك فيه إنس وليس هناك فيه أنس ما فيش بشر الناس تبص كده ما تلاقيش حد لوحدها هي وابنها وإبراهيم عليه وعلمين الصلاة والسلام حطوهم كذا والتفت راجعا وتاركا هاجر وإسماعيل تاركا هاجر وإسماعيل فتجري هاجر وتمسك بإبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا فلم يرد يا إبراهيم لمن تتركنا لمن تتركنا فلم يرد عليها فقالت له يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا فقال نعم فقالت بملء القلب قبل الفم إذن لم يضيعنا شايفين حضرتكم الإيمانيات العالية التوكل العالي الذي عليه نبي الله إبراهيم والتوكل العالي اللي تعلمته هاجر من نبي الله إبراهيم قالت إذن لن يضيعنا ومضى إبراهيم حكة عجيبة جدا مضى إبراهيم تاركا هاجر وتاركا إسماعيل فأتى جبريل فسألها فقال لها من أنت فقالت أنا أم ولدي إبراهيم أن إبراهيم معروف عند الملائكة فقال لها إلى من وكلكم إلى من وكلكم يعني هو سبك المين سبك المين من بيحميكم من بيتولى أمركم من بيدفع عنكم من بيدفع الشرور المحتملة في هذه الصحراء القاحلة عنكم إلى من يترككم حتى إذا نضبت المياه ونفد الزاد والطعام إن يجب لكم الطعام يجب لكم الماء إلى من وكلكم فقالت إلى الله فيرد جبريل قائلا وكلكم إلى كاف أيوة إلى كاف ربنا عز وجل هو الذي يكفينا عشان كذا زي ما بقول لحضراتكم الكلمة التي قالها إبراهيم حسبية الله هو نعم الوكيل حينما ألقي في النار ما كانش موقف لم يكن موقف دا دايدا حياة منهج حياة في كل أحواله حسبية الله هو نعم الوكيل إحنا زي ما بقول لحضراتكم إحنا هذه الكلمة تكون في حياتنا في السراء وفي الضراء في الأحزان وفي كل الأحوال إحنا يعني مثلا محتاجين لربنا في الشدة بس محتاجين لربنا عز وجل في الأحزان بس نحن محتاجين لربنا في كل الأحوال دا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لأن دي الحقيقة من وكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين ضاع وهلك دي إطلالة سريعة على نبي الله إبراهيم طب تعالوا بينا على محمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال حسبي الله ونعم الوكيل أو قال حسبون الله ونعم الوكيل حينما قال له الناس لهم المشركون الذين أرسلهم أبو سفيان والمنافقون يعني الاتنين قالوا للنبي إن الناس قد يجمعوا لكم فاخشوهم الموقف دا كان إمتى الموقف دا كان في قبل غزوة حمراء الأسد وغزوة حمراء الأسد هي على طول بعد تاني يوم معركة أحد تاني يوم غزوة أحد عشان كده كتير من العلماء يعني نخليها جزء من غزوة أحد في يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وملء قلبه التوكل على الله سبحانه وتعالى لقتال الأعداء الذين آتوا إلى أحد ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كان تلت تلاف مقاتل التلت تلاف مقاتل دول جهزتهم قريش بمالها فاكرين العير عير قريش اللي أثلت من غزوة بانتر معذرة اللي أثلت قبل قبل معركة بانتر العير ده لما رجع قام أبو سفيان وقام صناديد قريش وقالوا لا المال ده مش هنستعمله المال ده نجهز به جيشا لنقاتل به محمد عايزين نقضي على على الإسلام والمسلمين ومش ده بس مش المال ده بس لا ده زادوا على ذلك فالمهم نازل قول الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يبقى حبيبي في الله أتت قريش وجمعت عددها وعدتها عشان قتال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا تلات تلف النبي اللي خارج معاه كلهم ألف في الطريق بعد ما وصلوا خلاص وقربوا من المعركة عمل فيه أبو سفيان حركة غاية في النذالة قمة القبح رجل دنيئ النفس جدا صراحة رجل سيء للغاية سمه القرآن فعله ده بالفشل الفشل بالرجوع ده عمل إيه إنه رجع انفصل في تلتمية ورجع فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام سبعمائة مقاتل فقط جيش العدو أكتر من أربع أعضف جيش المسلمين هل النبي عليه الصلاة والسلام رجع وقال لا ده احنا كده هنتهزم ده المسألة كده ضاعت احنا كده ماينفعش ندخل المعركة ماكانش هناك مفر لابد من اللقاء طب اللقاء طب هنعمل ايه طب ده هم أكتر قال لك لا أقوى سلاح عندنا هو توكلنا على الله عز وجل سلاح حسبنا الله ونعم الوكيل فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل القوم وحصل اللي حصل من مخالفة الرما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا تمكن من أرض المعركة خالد ابن الوليد وكان طبعا من قيادات جيش المشركين وطوق جيش المسلمين وحصلت الربكة في المسلمين مجموعة هربت ومجموعة حمية النبي عليه الصلاة والسلام ومجموعة اتأتل منها ناس كتر جدا قتل سبعين من أفاضل الصحابة وبعدين في النهاية طبعا أنا عايز أقول أن معركة أحد يعني صحيح الجمهور يرون أنها هزيمة للمسلمين إنما البعض يقول والقوله ده وجهة أن لا ده ما كانتش هزيمة للمسلمين ولا حاجة لأن الحروب كانت أيامهم أن اللي بيمكث معد المعركة في أرض المعركة هو المنتصر طب قريش سابت أرض المعركة ومشت وقاعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما سابش أرض المعركة اللي هويت ما هم مشيوا هم لو كانوا مثلا يعني حسين بنشوة النصر كانوا بعد ما سابوا أرض المعركة كانوا يروحوا المدينة يجتاحوا المدينة إنما ده ما حصلش هم أموا ركبين الخيل وراحوا على طول على مكة فدي كله يعني بيدل إن هما برضو يعني وإن كان يعني صيح قول الجمهور فعلا إن هما انتصروا عسكريا إن عدد القتل كتير إنما ده بيدل برضو إن هما جواهم انكسار يعني جوا جيش الكفار انكسار المهم الدليل على كده إن هما ما رحوش على المدينة رحوا على مكة الدليل على كده إن هما ما قعدوش في مكان المعركة اللي قعد فيها بعد نهاية المقتلة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى خلصت كده معركة أحد وخلاص راح الكفار لبلادهم تاني يوم وصلت الرسالة من أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام إن هما تجمعوا وعزمون على الرجوع مرة ثانية للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فالنبي عليه الصلاة والسلام تصرف تصرفا قد يستغرب منه الكثير الذي لا يحسن استعاب المعاني التربوية العالية الرقية قد لا يحسن استعابه من لا يستشعر قيمة التربية العقائدية العالية الرجل بأمة لم يكن على عقيدة صحيحة صافية النبي عليه الصلاة والسلام مع إن أصحابه شايفين لازالت مشاهد المعركة والذبح والدماء تتراقص أمام أعينهم ذي رقم واحد برغم إن العدد بتاعهم أقل لأن قتل منهم من قتل برغم إن النفسية من أثر فقد الأحبة يعني متأثرين جدا جدا شوف حضرتك اللي بيموت له واحد في أسرته حبيبه بيبقى قاعد خالص كده مش قادر يتحرك ولا قادر يعمل أي حاجة ما عندوش هم ما يعمل حاجة طب دول بقى مات قتل يعني مجموعة من أفاضل وأكابل الصحابة فطبعا ده يعني من الأسباب القوية اللي تخليهم يعني يحسوا أنه هم مش قادرين يقاتلوا خدت بالحضر وبرغم كل هذه ورقم أربعة ضيف على كده الجراحات التي أصيبت أصابت هؤلاء لأن ما تظنش يعني أنه هم يعني دخلوا المعركة وخرجوا كده لا اللي مجروح هنا واللي مقطوح حتى هنا ودماؤهم لازالت تنزف وبرغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصدر هذا الأمر ألا يخرج إلى لقاء الكفار إلا من قاتل بالأمس مش عايزين حد غير الدول أنا عارف أن اللي بيسمع الكلام تأول مرة يستغرب المفروض العكس أن يا جماعة خلاص اللي قاتل بالأمس يريح النهاردة ويندور على مجموعة تانية عشان نلاقي العدو وإحنا في قمة النشاط أول ما وصل للخبر خبر أبي سفيان النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبونا الله ونعم الوكيل قال حسبونا الله ونعم الوكيل كلمة دي كلمة عظيمة جدا جدا الصحابة اللي تربوا على إن ربنا عز وجل حسبهم وكفيهم هم من لها يقوم الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي تربوا على العقيدة الصفية العالية هم الذين الآن يقومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل فيهم أنهم استجابوا لله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا ليقاتلوا العدو أقول لك القول بس بعدما أقول لك حضرتك إيه اللي حصل ربنا عز وجل خذل المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله عز وجل رجلا يقول لأبي سفيان يذهب لأبي سفيان ويقول له لقد ندم من تخلف عن القتال مع محمد بالأمس وتجمعوا حول محمد صلى الله عليه وسلم تجمعوا حوله وهم عازمون على أن ينتقموا وأن يأخذوا بسأر إخوانهم الذين قتلوا ففت ذلك في عضد أبي سفيان فلم يستطع أن يخرج لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد ولم يعني يخرج إليه أحد وبكذا تكون اتحسمت الغزوة دي الصالح النبي صلى الله عليه وسلم نزل وكفاهم الله عز وجل شر القتال نزل قول الله عز وجل مزكيا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم واتبعوا رضوان الله تبعوا رضوان الله في استجاباتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تبعوا رضوان الله إن كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام خير ده شيء عجب عجاب يحتاج لأن تأمله طب العدد كبير الناس جمعوا لكم لا حسبنا الله ونعم الوكيل الناس حشدوا ضدكم لا حسبنا الله ونعم الوكيل وبإذن الله عز وجل دائما قضية الحق منتصرة دي مسألة مش محتاجة إن احنا نتكلم فيها دي مسألة ينبغي على جميع المسلمين أن يفهموها وأن يستوعفوها قضية الحق دائما منتصرة ونسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياكم جميعا حبيب في الله لو جيت أتكلم في النماذج ألاقي كتير جدا جدا كلمت عن إبراهيم كلمت عن هاجر كلمت عن محمد صلى الله عليه وسلم وفكرين نبي الله نوح نبي الله نوح ربنا عز وجل أمره أن يصنع سفينة سفينة على اليابسة شيء عجب عجاب هذا بنفس أوه من ربنا أنا بنفس أوه من ربنا طب هتمشي إزاي ده محتاجة مية عشان كده كلما كلما مر عليه قومه سخروا منه هان هو حاعد بعمل لنا سفينة على اليابسة ها إن شاء الله تمشي في الصحراء السفينة دي السفينة بقى اللي تمشي في الصحراء قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما كانش يعرف إيه الله يحصل إيه الأليا اللي هتحصل هو بنفس أمر ربنا النتيجة على الله ما ليش علاقة بيها أنا بنفس أمر ربنا إيه اللي يحصل دي مش مسؤوليتي أنا أسلم لرب عز وجل ويصنع السفينة ثم يأمره الله عز وجل أن يركب فيها والمؤمنون ومن كل زوجين اثنين ثم بعد ذلك تفتح السماء كأنما أبوابا فتحت بماء منهمر وتتفجر الأرض يا نابيع فيلتقي ماء السماء بماء الأرض وتجري السفينة في موج كالجبال تجري في موج كالجبال وينجي الله عباده المؤمنين ثم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء خلصة القصة راست السفينة على اليابسة بدأ الناس حياة جديدة بنوح ومن معه من المؤمنين توكل على الله سبحانه وتعالى تسلم لربنا تسلم مطلق أذكر لكم نموذج أخرجه الإمام البخاري النموذج العجيب هذا حديث وصحي الإمام البخاري طبعا أنا كلمت عنه قبل كده في حلقة أو حلقتين في برنامج سابق إنما يعني أتناول المعنى المهم باختصار اللي هي قصة رجلين من بني إسرائيل كانوا أصدقاء كانوا أصحاب فاحتاج أحدهما أن يقترض من صاحبه يقترض قد إيه ألف دينار ألف دينار يعني إحنا لو حسبناها على الدينار مثلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام وجينا نترجمها كده هنلاقيها بدأت ترجم لزماننا لو قلنا مثلا إن نصابه عشرين دينار نصاب الزكاة يعني هتوصل مليون ونصف اثنين مليون جنيه تقريبا يعني فرايح يستلف المبلغ الضخم ده إذن ده رجل تاجر عاقل كانوا تجار أصلا ده تاجر عاقل واحد بيشتغل في تجارة كبيرة بالشكل ده يبقى رجل بفهم رجل عاقل رجل سوي فالمهم اقترض وكلمة دي أنا بقولها عشان نحتاجها بعد شوية ادانوا الألف دينار ثم بعد ذلك قال له أنا عشان أدها لك ايتني بكفيل فقال له كفى بالله كفيلا ايتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا فقال له أمنت بالله خد الألف دينار وردها لبعد وقت كذا وكذا ومضى الوقت اتجر بفضل الله ربنا أكرمه وأتى بالألف دينار كان عشان يوصل لصاحب المال كان لابد له أن يركب البحر عيز ماركب يركب فيها عشان يوصل الألف دينار لصاحبها فوقف طول النهار ده واقف مستنى ماركب عشان ياخد الفلوس يديها لصاحبها وصاحبها واقف على الشاطئ أيضا ينتظر اليوم المحدد اللي هيجيب صاحبه فيها الفلوس الأموال بتاعته وهنا أحبابي في الله انتهى اليوم خلاص خلصت فهقت الرجل اللي هو المدين وتصرف تصرفا قد يستغربه البعض أنا مش بيستغربه إنه ممكن بعض الناس يستغربه عشان كده قلت لحضراتكم واحد تاجر بيستلف مبلغ ضخم بالشكل ده وبيشغاله في تجارة وبيكسب عقليته كويسة تاجر صح عمل إيه وقف لما لقى خلاص مفيش أمل إنه يلاقي مركب توصله عشان يدي الدين لصاحبه أتى بخشبة ونقرها ثم قال اللهم إن إنه قال لي ايتني بكفيل فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك فقال لي ايتني بشهيد فقلت له كفى بالله شهيدا فرضي بك ثم وضع الألف دينار في الحفرة ثم زججها يعني رباطها كويس ثم ألقى بها في البحر وقال اللهم إني أستودعكها أنا أستودعك رب هذا المال وأم رايح التاني واقف على الشاطئ منتظر حديث طبعا في صحيح الإمام البخاري وأنا أذكر لكم الحدث بإيجاز التاني واقف على الشاطئ خلاص لما يقس إنه الرجل يوصلوا فأم خلاص قال أنا هرجع ولكنه رأى الخشفة فأم ممسك بالخشفة وخذها ومشي قال يعني خلاص نستعملها تأتينا بطاقة أو أي استعمال فذهب بها إلى أهله مجاش حطها في النار مباشرة ليستدفئ بها إنما نشرها فلما نشرها سقطت الدراهم كان الرجل المدين قد كتب صحيفة وورقة لهذا الرجل فقرأها فعلم أنها ماله أرسل الرجل صديقه أرسل الدينة له بهذه الطريقة اللي ممكن تكون مستغربة عند البعض طيب تعالوا بقى نرجع المال خلاص وصل لصحبه الأمواج قاعدت تشتغل الخشبة مين اللي وجه الخشبة مين اللي خلى الخشبة تصل إلى الشاطئ مين اللي أوجد جوه الرجل ده الهم أنه ياخد خشبة دفعت بها المياه إلى الشاطئ مين اللي خلى ينشرها ينشرها قبل أن يستعملها دي كلها مسألة أنه فعلا اللهم إني أستودعكها دي فعلا حسن توكل على الله عز وجل فعلا نعم الوكيل هو توكل على الله سبحانه وتعالى وقال وصلت ما وصلتش ما وصلتش لا أم جاي في اليوم التالي وقات بألف دينار أخرى وركب إلى صاحبة كان البحر هادي فراكب إلى صاحبة وما جاب له سيرة أي حاجة رح له على طول ما قالوش يا فلان أنا عملت كذا وصلتك لا ما عملش أي حاجة ولا تكلم في أي حاجة وأم قال له خد يا أخي الألف دينار الدين فيرد الآخر بموقف كل أمانة أيضا وقال له اذهب فقد أدى الله عنك قد وصل المال الذي أرسلته أرأيتم أحبابي في الله طبعا كتير من الناس ممكن يعني ما يقدرش يستوعب المسألة دي إنما أنا بقول لحضراتكم ناس أخلاق عالية ناس عقليات مش أليلة ناس تجار كوادر بيتصرفوا تصرف ده كان السبب الرئيسي توكلهم على ربنا تبارك وتعالى صدق اللجء إلى الله سبحانه وتعالى يعني الناس في الأشياء العظيمة دي يلجأوا إلى الله عز وجل وإحنا مش قادرين نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الأمور الحياتية البسيطة الصغيرة يعني ربنا يكفي عبادة يكفيهم حروب ويكفيهم أن يوصل الأموال عبر أمواج متلاطمة فتصل إلى صاحبها وإحنا مش عايزين نلجأ إلى الله عز وجل في الملمات والبلايا الصغار وقبل الكفار حبيبي في الله إحنا محتاجين نحسن في توكلنا ولجئنا إلى الله عز وجل محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى أحبابي في الله النمازج كثيرة جدا أتذكرون أحبابي حديث عكاشة ابن محصن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال تدخل زمرة من أمتي هم سبعون ألفا تضيء وجوههم على صورة البدج كانوا من دول السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ده حديث متفق عليه الحديث له طرق أخرى قام النبي عليه الصلاة والسلام قام عكاشة بن محصن وقال أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله فقال له أنت منهم فقام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال له سبقك بها عكاشة وهذا أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة اوعى تتخيل وإياكي أخت في الله أن تتخيالي أن دي كانت ضربة حظ كده وقف عكاشة بن محصن فقال له ففاز بيها لأنه هو اللي سبق لا 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 المسألة مش كده المسألة أنه عكاشة فعلا منهم المسألة أنه ربنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عكاشة بالفعل منهم مش مسألة حظ مش لو كان سبق الرجل الثاني عكاشة لكان فاز بيها لا المسألة مش كده خالص الكلام ده لا يمكن أنه يفهم عقل منضبط إنما الفهم الصحيح إن ربنا أعلم النبي أنه عكاشة منهم فقال له أنت منهم أنه عكاشة لأنه دي مسألة مش مجيش كده مجيش بكلمة دي مسألة تحتاج إلى قلب مترب على العقيدة الصحيحة قلب مترب على حسن الصلة بربنا تبارك وتعالى عشان كده لما قال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم أنت من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب إحنا بنتكلم في معنى راقي جدا جدا يجني الإنسان ثمرته في الدنيا قبل الآخرة يجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة طب في الآخرة إيه؟ في الآخرة حبيب في الله فيه باب اسمه الباب الأيمن الباب الأيمن ده بتاع المتوكلين على الله سبحانه وتعالى بتاع العاشة طول عمرهم يقولون حسبون الله ونعم الوكيل الذين صدقوا في لجئهم إلى الله سبحانه وتعالى في كل البلاية وفي كل الملمات وعلى طول الخط صدقين في اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنين بربنا إيمان صادق إيمان حقيقي الباب ده اسم الباب الأيمن يقول الله عز وجل يوم القيامة أدخلوا من لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في باقي الأبواب معنا اتصال حجموا عليك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم جزاك الله خيرا للشيخانة غريب وإياكم أولا الحزبي الله ونعم الوكيل في أصحاب النفوس البعيفة والإيمان البعيف من الخونة والجواسيس والمنافكين الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة نزيروا حفنة من المال لا تسمن ولا تغن من جوع فنسوا الله فأنساهم أنفسهم وكانوا غسلين فلهم الخز في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم يا شيخانة غريب في غزوة بدر نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون لماذا مدى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بثلاثة آلاف ملك من الملائكة منزلين ومدهم بعد ذلك بخمسة آلاف ملك من الملائكة المصومين يحاربون مع الله ورسوله والمؤمنين ولم يطلب مثلا لأنه إذا قضي أمرا فإنما يقول له أمدهم لماذا أي أمدهم أمدهم بألف من الملائكة بألف يعني هذا المعنى يعني له ربنا سبحانه وتعالى لم يقضي أمرا بالنصر بل حكمة وراء ذلك رعاية لسنة الأسباب فأرجم بسنة ذلك لو سمح أي نعم نعم صحيح جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا فعلا لفت طيبة التي ذكرتها أختنا الفاضلة اللي هي مسألة ليه إمداد الملائكة إيه العبرة من إمداد الملائكة مع أن ربنا عز وجل كان قادر ولا يزال سبحانه وتعالى أنه ينصر عباده بلا سبب يعني من غير ما تيجي الملائكة لا رعاية لسنة الأخذ بالأسباب عشان الناس تفهم أنه ما فيش حاجة هتيجي إلا بمباشرة الأسباب دي سنة دي سنة ربانية أن النتائج تترتب على الأسباب إن لم تأخذ بالسبب فلا يمكن لك أن تحصل على نتيجة يعني هل لطالب الولد أنه ينال بلا زواج بلا نكاح مستحيل هل إنسان أراد أن يحصل على الشبع ممكن يشبع جائع دون ما أن يأكل هل إنسان أراد أن يرتوي إنسان عشان أراد أن يرتوي ممكن يرتوي بدون ما يشرب لا ده هي دي سنة الأخذ بالأسباب هل لطالب أن ينجح ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا وأخواتنا جميعا اللي في سنوية عامة واللي في الكليات يوفقهم جميعا لأن كتير بيتصل يعني يسأل الدعاء اللهم وفقهم جميعا يا رب العالمين ويعني الأمور دي التي تمر بها بلدنا ما تأثرش عليهم بالسلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا فهل لطالب أن ينجح وأن يتفوق من غير ما يمسك كتاب ولا يذكر هل طالب من طالبة سنوية عامة دول هل ممكن يصل لكلية طب مثلا أو كلية صيدالة أو هندسة أو أي كلية من الكليات من غير ما يكتهد في المذاكرة مش ممكن مستحيل لابد من الأخذ بالأسباب ما ينفعش طالب يقول أنا هاعد كده وارتح إن كان قدر إن ننجح هنجح ده لا يمكن أبدا بهذه الفلسفة الإنسان ده يتحقق أي يحقق خطوة نجاح إلى الأمام فدي مسألة سنة الأخذ بالأسباب لأن إحنا عندنا حبيب في الله إذا أراد العبد أن يتوكل على الله عز وجل لابد من أمور أولا إنه يتعرف على الله عز وجل حق المعرفة إنك تعرف من هو الله سبحانه وتعالى إن ربنا عز وجل هو الخالق هو الرازق هو القادر هو المهيمن هو المدبر هو صاحب التصريف كله له الخلق وله الأمر كل حاجة في كون ربنا إنما تجري بأمر الملك تبارك وتعالى دي المسألة الأولى المهمة جدا لأن مثلا أنت هتتوكل على الله عز وجل في رزق إزاي إلا إذا كنت تؤمن أن الرزاق هو الله ولا رازق سواه فلابد أنك تعرف عشان ترمح مولك على ربنا صح تكون عارف إن ربنا فعلا الحاجة دي ما فيش حد يعملها لك إلا هو سبحانه وتعالى يعني أدي لك مثل على سبيل المثال لو في أمر معين من الأمور وإنت أردت إن الأمر دا يتم لك ما فيش ما تعرفش حد يقدر ينفذ لك الأمر دا إلا واحد بس شخص بس هو اللي يقدر يعمل لك المصلحة دي أنت مش هتقدر تعملها لنفسك لازم حد يعملها لك ما فيش إلا دا هتعمل إيه هتروح للشخص دا وتعد تليح عليه والله كريمك طب عشان خطر طب هدعي لك طب هدي لك الفلوس اللي أنت عايزها طب ما عليش طب لما يكون صاحب التنفيذ كله هو ربنا سبحانه وتعالى أنت مؤمن دي ولا لأ انت مؤمن إن حد يقدر يرزقك غير ربنا مين اللي بيرزق ولا نازق سواه الله مين اللي بيعطي ولا معطي سواه الله سبحانه وتعالى مين اللي بيكرم ولا يكرم سواه الله سبحانه وتعالى إنت أمين تبديه خلاص روح له بس روح له فقط ما تروحش الغيره مين اللي بيكشف الضر ولا يكشف الضر سواء الله سبحانه وتعالى روح له هو بس وما تروحش الغيره إلجأ إليه بس بس الكلام ده محتاج حتة تانية تكمله اللي هي سنة الأخذ بالأسباب لأن ده ربنا خلق الكون بالشكل ده ولابد لنا أن نراعي سنة الأخذ بالأسباب ودي حكمة عظيمة جدا جدا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر يعني لو جينا نبص مثلا للتناسب العدد بين عدد المسلمين وعدد المشركين عدد المسلمين في بدر بالنسبة لعدد المشركين أكبر بكتير من عددهم في معركة مؤتة مثلا وبرغم ذلك ربنا عز وجل أنزل ملائكة لتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تقاتل في أول لقاء أول لقاء مسلح مع العدو كان ممكن ربنا هتقول لي تبريعية لسنة الأسباب كان ممكن يرسل جبريل بس جبريل فقط وجبريل طبعا نزل وأول ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ساعد النبي أن ربنا استجاب دعاءه كان ممكن جبريل بس إنما ربنا عز وجل أراد أن ينزل هؤلاء الملائكة رعاية لسنة الأسباب ده أمة بتتربى أمة بتتربى على هذه المعاني لابد أن نأخذ بالأسباب دي مسألة مهمة جدا جدا ومن المعاني المهمة ثالثا إن بعد ما تاخد بالسبب هتحصل نتيجة لابد من الرضا والاستسلام لقضاء الله عز وجل لابد ما فيش واحد متوكل على الله توكل حقيقي إلا ما يحصل التلاتة دول التلاتة دول تلاتة معرفة بله عز وجل حق المعرفة اتنين سنة الأغذي بالأسباب تلاتة الرضا والاستسلام بالنتيجة طب لو مرضيتش يبقى حضرتك بر قصة المتوكلين على الرب سبحانه وتعالى يبقى حضرتك لما قلت حسبها الله نعمة الوكيل كنت كذاب ما كنتش صادق فيها إنما ترضى وتسلم طيب ترضى وتسلم وتشغل نفسك الموقف اللي أنا فيه دلوقتي إيه أحسن حالة ربنا عز وجل يرضى عني فيها في كل موقف تسأل نفسك السؤال ده ماذا يريد الله عز وجل مني في هذا الموقف إزاي أحقق العبودية الرب عز وجل في هذا الموقف دي مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة أردت أن أبثها لحضراتكم المعاني الحقيقة الإيمانية كثيرة جدا جدا في هذا الصدد إنما أنا حبيت النهاردة إن يكون الكلام سهل يكون الكلام سالس مدعم بالمواقف والأحداث بصورة كبيرة عشان بس المعنى يصل المعنى اللي هو آخر حتة قلتها لحضراتكم اللي هي مكونات التوكل على الله سبحانه وتعالى عشان تبقى متوكل على الله سبحانه وتعالى بجد عشان لما تقول حسبونا الله ونعمة الوكيل تكون الكلمة دي فعلا تنال أثرها لازم من الثلاث حاجات دول واحد يعرف ربنا معرفة حقيقية اتنين سنة الأخذ بالأسباب لآخر لحظة في حياتك والآخر لحظة متاحة أمامك عشان كده بأكد كل الناس تنزل تدلي بصوتها كن إيجابي رقم ثلاثة الرضا والاستسلام لأن لا يمكن أبدا الإنسان لا يرضى بقضاء الله عز وجل ثم نقول عنه أنه كان صادق في قول التي حسبي الله وأن يعمل وكيد ولا يمكن أن نقول عنه كأنه كان صادق لما قال أنا متوكل على الله عز وجل في الديئة والديئتين اللي لسه وأعتقد يعني الحلقة ما عادش فيها أكتر من كذا عايز أختم الحلقة دي بدعاء إلى الله عز وجل لأن نحن يعني بصراحة في أمس الحاجة إلى الدعاء وفي أمس الحاجة إلى أن ننكسر إلى الله سبحانه وتعالى لأن ربنا عز وجل ليعطي العبد بيعطي للمنكسر اتزلل لربنا افتقر إلى الله تبارك وتعالى إنما الغطرسة وإنك تحس أن أنت خلاص حزت دي مأداء ده اللي يتغطرس واللي تعالى واللي يتكبر بنعمة الله عز وجل اعلم بأنها سرعا ما تزول نعمة دي مش هتستمر إنما دايما عايز حبابي في الله كل ما تجي لك نعمة انكسر الله سبحانه وتعالى تيجي لك نعمة تاني انكسر أكتر وعلى قدر كثرة النعم على قدر الانكسار كده تدوم النعمة كده تبقى أنت فعلا عبدي ناجح في علاقتك بربك عز وجل إنما لما تجي لك النعمة تنتشي وتحس يا أرض تهدم عليك قدي كما يقولون يبقى كده حضرتك ده كلام ده والمعنى ده مؤذن إن النعمة دي هتروح وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم نعمة نختم بقى بالدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماثة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعوة لا تسمع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف الكرب والبلاء عنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة